شاهدين الكرام يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن احتمال تراجح حظوظه بشكل كبير وربما خسارته للانتخابات التمهيدية في ولاية ميتشغين اليوم ثلاثاء بعد حملة نظمتها الجالية العربية والمسلمة في الولاية لرفض التصويت له واختيار بند غير ملتزم على بطاقة الاقتراع في استعراض قوي لرفض سياساته المساندة لإسرائيل وقد توجه الناخبون في ولاية ميتشغين إلى صناديق الاقتراع للإدلاب أصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي وهي ولاية متأرجحة تمثل ساحة معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من ميتشغين مراسلنا حسن عمر أحييك وعلى ما يبدو أنك تقف في إحدى لجان الانتخابات فابتداء كيف تسير الأمور لديك أهلا بك أحمد ياني نتحدث الآن من مطبخ العمليات لما يسمى بحملة غير ملتزم أو uncommitted خلفي هنا على هذه البطاقات يتم شرح كيف ستتم عملية التواصل مع كافة الأطراف التي من شأنها أن تساعد في حشد هذه الأصوات التي سوف تقوم بالتصويت في خانة ثالثة ليس لصالح مرشحي الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ولكن لصالح خانة غير ملتزم في هذا المطبخ يتم الإعداد لحملة هذا الهدف الوقع من الحملة بشكل معلن هو الضغط على سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وذلك للاستجابة لمطالب الشعب الأمريكي الذي خرج مرارا في الشهر الأمريكي وذلك لوقف دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكن اليوم يحمل أهمية استثنائية في هذه النقطة الهمية الاستثنائية مكمنها من أن هذه المرة الأولى للصوت العربي المسلم في عاصمة الصوت العربي المسلم هنا في ديربورن ميشيغن بالإضافة إلى التحالفات الأخرى المنضمة إليها في دعم القضية الفلسطينية التي تقرر أن تقوم باستخدام صوتها الانتخابي وذلك للضغط على رئيس حالي لتغيير سياسة بلاده وبالتالي اليوم ليس مجرد محاولة من ضمن المحاولات التي لم تتوقف يوما لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولكن هي استفتاء على قدرة الصوت الأمريكي تحديدا العربي المسلم والمتضامن معه في القضية الفلسطينية على استخدام هذه الأداء الديمقراطية والتصويت الانتخابي في التأثير على الرئيس الأمريكي جو بايدن أحمد عمر حتى أفهم معك فهمي للأمور يقول أن بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي كما تبدو حتى حظوص ترامبا الآن كبيرة للغاية ليكون عن الحزب الجمهوري رغم حتى كل هذه الأصوات في ميتشيجين الرافضة للرئيس بايدن أليس هذا الأمر صحيح بهذا الشكل بكل تأكيد الأمر محسوم نتائج اليوم لن تحمل أي مفاجآت مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب عن الولاية بكل تأكيد لكن الرقم الصعب اليوم هو كم صوت كم عدد المصوتين في خانة أنكميتد لماذا؟ في العام 2020 154 ألف بالضبط هم من قاموا بالتصويت لدونالد ترامب وقاموا لجو بايدن وبذلك فاز بهذه الولاية المتأرجحة فاز تحديدا بعدد أصوات المجمع الانتخابي اليوم لو تمكن الصوت العربي الصوت المسلم والحلفاء من إثبات بأن هناك رقم موازي على الأقل نصف هذا الرقم من ميشيجين قادر على التصويت بأنكميتد فإن هذا الرقم إن بدى واضحا فذلك سيعني بأنه قد يفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالانتخابات التمهدية ولكن هذا لا يعني بأنه سوف يفوز بها في الانتخابات في نوفمبر المقبل وبالتالي نتائج اليوم محسومة في من هو مرشح الحزبين لكن ما ننتظر هو كم عدد المصوتين بأنكميتد ولذلك أحمد اسمح لي هناك أحد أعمدة هذه الحملة اليوم موجود معنا وهو سيد سام بيضون وهو مفوض مدينة ديربورن هذه المدينة العربية معروفة بالصوت العربي ومتواجد معنا اليوم عن ولاية ميشيجين أهلا وسهلا بك دكتور سام وشكرا لوجودك معنا بداية اليوم أنتم حشدتم لهذه الحملة وأنتم تعلمون جيدا كان زميلي أحمد يسأل النتائج معلومة بأن من هو مرشح الحزبين الديموقراطي والجمهوري فما فائدة حملة أنكميتد؟ أهلا بكم أستاذ عمر في مدينة ديربون بالبداية مثل ما تفضلت وقلت النتيجة محسومة بالنسبة للرئيس بايدن بالانتخابات التمهيدية ولكن بهذا اليوم يوم الانتخابات التمهيدية في مدينة ديربون أرادت الجائلة العربية والإسلامية في ميشيجين بأن ترسل برسالة إلى الرئيس بايدن للإنسانية ونقول بصوت عالي نحن ضد الإبادة الجماعية نحن نريد رئيس يحكم هذه البلاد ضد الإبادة الجماعية وليس مع الإبادة الجماعية طبعا مثل ما سألت أنت من قبل كنت بيحكي أنا وياك النتيجة محسومة ولكن نحن نريد بإرسال رسالة للرئيس بايدن أنه نحن نرفض هذه السياسة الخارجية طبعا إذا ما غير هذه السياسة هو رح يوصل دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة تانية هذا عليه هو المشكلة مش علينا نحن طيب عواقب عدم التصويت أو الحصول على نسبة كبيرة من المصوتين بأنكميتد كيف ستكون عواقبها أو تظهر عواقبها في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل طبعا بـ 2020 جو بايدن ربح ولاية ميشيغن على 150 ألف صوت بميشيغن فيه 300 ألف ناخب عربي 150 ألف نحن بوسط هذه 3% اللي بترجح الانتخابات عرفت كيف فنحن الصوت اللي بده يطلع أو ينزل الرئيس إذا بايدن ما ربح ميشيغن والسبب خسارته بالنسبة للجالة العربية معناتها بيكون هو خسر الانتخابات لأنه ما بده يغير السياسة طبعه في شغلة تانية بدأ لك يا وبد نعم عفوا للمقاطعة زميلي عمر حسن سأعود إليك مرة أخرى مشاهدين الكرام لدينا الآن مؤتمر صحفي البيت الأبيت جون كيربي سنذهب إليه الآن ونستكمل التغطية على التردد الثاني للجزيرة مباشر عودة لي زميلي عمر حسن مرة أخرى مع ضيفي عمر التفضل يعني أكمل هذا اللقاء طيب دكتور سام شكرا جزيلا لك أشكرك على هذه المداخلة عمر عفوا قبل يعني إذا كنت سمع لي قبل أن تشكر ضيفك نتائج الانتخابات سام عمر لو كنت تسمعني وما زال معك ضيفك للحقيقة هناك إشكالية لعلى البعض يتحدث عنها رفض طبعا يعني الأمريكيين من وصول العربية من وصول مسلمة لي جو بايدن بسبب سياساته المنحازة لإسرائيل واضح ومبني على وقاة حقيقية نراها عيانا بيانا الآن لكن الخيار الآخر هو ترامب والذي غالبا من الممكن حتى أن يكون أسوأ في انحيازه لإسرائيل بشكل عام فهل المسألة أصبحت بين السيء والأسوأ إذا صح هذا التعبير أم ماذا؟ اسمح لي دكتور سام زميلي أحمد طهي يوجه سؤالا حول الاختيارات المتاحة اليوم نعلم جيدا بأن هذا التصويت بأنكميتد هو رسالة انذار للرئيس الحالي جو بايدن لكن ماذا إن فشل حتى الرئيس الحالي جو بايدن في تجديد وراته نحن الآن أمام واقع قد يبدو فيه أننا نختار ما بين سيء وأسوأ أو خيارين أحلى هما مر البديل هو دونالد ترامب فهل يدرك العرب الأمريكيون ذلك هناما يصوتون بأنكميتد نحن ندرك هذا جيدا بالألفان وعشرين نحن كنا بنعلم أنه رئيس بايدن عنده توجهات للحزب الليكود بإسرائيل ودولة إسرائيل وقال أنه أنا صهيوني وليس لازم يكون يهودي لتكون صهيوني بس نحن أخذنا خيار أقل الشرين نحن من الآن وصاعدا نرفض هذه المعادلة أنه نحن لازم ناخد الأقل الشرين يعني إذا تصور أنت الرئيس اللي نازل على الانتخابات عم يهددك أنت المنتخب اللي بكتصوت له بيقول لك إذا ما انتخبتني لأيلي أنا هذا الخيار الثاني طبعك فهدي مش علينا نحن المشكلة المشكلة عليه هو فهو كرئيس لأمريكا إذا بدي يمنع دونالد ترامب أن يوصل على البيت الأبيض لازم يغير السياسي طبعه ويعلن وقف اطلاق النار ويفتح الحدود مع غزة مشان المساعدة الإنسانية تفوت على غزة وهي مطار الترفية أنها قابلة للتطبيق ويمكن تحقيقها قبل الوصول إلى نوفمبر المقبل طبعا هي بس يرفع التليفون يقول له نتانياه وقف اطلاق النار نحن اللي ندعم هذه الحرب بالضرائب تبعنا المادية بعتناله كل يوم 14 مليار دولار لإسرائيل وليس بانتظار من 60 إلى ما يزيد في منزانية دعم المفترض للمجلس النوابي صوت عليها شكرا جزيلا لك دكتور سامي شكرك كل الشكر لكن متأكيد لذلك المزيد من الضيوف لا أعلم إن كان الوقت يسمح ربما ببضع دقائق حتى نستمع إلى أبناء الجالية اليمنية الذين اليوم نسعد نتمنى أن يكون ذلك سريعا عمري تفضل أهلا وسلام بك بكل تأكيد أتعرف حقيقة بداية؟ أنا دكتور خالد شاجرة أمثل الجالية اليمنية الأمريكية في أمريكا طيب دكتور خالد انتهينا إلى نقطة أنه التصويت اليوم ليس عقابا بمعنى أنه سوف يتم تنحي جو بايدن من المعادلة الرئاسية ولكن بمعنى أنه هذا جرس انذار إن لم تستجب قبل نوفمبر فهذا يعني بأن النتائج غير مضمونة الصوت العربي غير مضمون في نوفمبر المقبل هل درسنا البدائل في حالة اضطررنا إلى هذا السيناريو؟ هي بدأت الآن أجلة التغيير فإنه رسالة جوية للظالم بايدن فجالية اليمنية في أمريكا هي يقولون لها اليمن السعيد ولكن عند الظالمين وضد الظالمين هو اليمن العنيد فما وقفنا مع بايدن أنه في 2020 كنا جنود له مجندة وأحنا واحد من أسباب أنه نجح في ولاية مشقن وأخذ الرئاسة فالعود الذي أوعدنا أنه بيكون منصف وللآن لن ينصف وأصبح نتنياهو حقها المستشار لكن هل نحن مستعدين للخيار الآخر؟ دونالد ترمب؟ لا يوجد فرق بينهم الأثنين لكن هذا يتكلم كثير وهذا يعمل فهذا طعنا من الخلف لأننا كنا جنودا معه من أجل أنه هو الإنسان الوسيط الإنسان الذي بدها الإنسانية والحق والإنصاف فلن أستطع أن ينصفنا وغير ذلك أصبح عدوا للمسلمين وأولاد غازة فلن ننسى روح الروح لن ننساها وهو بيدفع الثمن ولن يخوفون بالبديل لأنه عندنا في الجالية ما فيش فرق أو يخوفون من الفيزة بين فإنه أحنا منع السفر منع السفر نعم فتحت أقدامنا تحت أقدامنا هذا ليه؟ من أجل أولاد فلسطين منع السفر وأمريكا تحت أقدامنا شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه الإضافة وبتأكيد كما استمعنا يعني يبدو أن العرب الأمريكيون والمسلمين الأمريكيون جاهزون لهذه لحظة تاريخية التي يقولون فيها لا للثنائية ثنائية الظالم والأكثر ذرور من أحمد أشكرك شكرا جزيلا زميلي عمر حسن كنت معنا من ميتشيغين شكرا جزيلا لك عمر شكرا جزيلا لك